اشتركوا في القناة وموجه أول محاسبة سابقة مرحبا بكم ما زلنا مستمرين في مادة اقتصاد الصف الأول التجاري ترم أول لحصة تانية اقتصاد الصف الأول التجاري ترم أول لحصة تانية وبنكرر المادة دي مشروحها العام الماضي في حصتين بأسئلتها بامتحانتها السنة دي أنا ترى أليه تمام كده يعني نغطي كل حاجة إن أنا نشرحها بتوسع سنة كده من جزاء على ثلاث أجزاء أخذ الجزء الأول للحصة الأول والنهاردة إن شاء الله الحصة التانية ويتبقى ليه الحصة التالتة منهج الترم الأول كله طيب النهاردة بنتكلم على النظم الاقتصادية النظم الاقتصادية الأول إيه هو النظام الاقتصادي أنا كمان شو أقول إيه في حاجة اسمها النظام الرأسمالي وفيه النظام الاشتراقي وهكذا وفيه النظام الاقتصادي الإسلامي ونظام الاقتصادي الرأسمالي الحال وهكذا إيه هو النظام الاقتصادي مجموعة المبادئ التي تنظم العلاقات الاقتصادية بين أفراد المجتمع والتي تحكم سلوكهم في ممارسة النشاط الاقتصادي ده تعريف النظام الاقتصادي مجموعة المبادئ التي تنظم إيه العلاقات الاقتصادية بين مين بين أفراد المجتمع والتي تحكم سلوكهم في ممارسة النشاط الاقتصادي طيب ما هي عناصر النظام الاقتصادي عناصر النظام الاقتصادي واحد قوة الانتاج قوة باليه مش قوة قوة الانتاج قوة الانتاج الليه ايه جميع العناصر الموجودة في المجتمع فاكرين في الحصة الاولى لما كنت بقول عناصر الانتاج او عوامل الانتاج اه كنت بتقول لي الارض والعمل ورأس المال والتنظيم صح ادي قوة الانتاج الليه جميع العناصر الموجودة في المجتمع اتنين علاقات الانتاج علاقات الانتاج الليه الروابط التي تنشأ بين الأفراد نتيجة اشتراكهم في العملية الإنتاجية طيب ليتفاعل العوامل مع بعض كلها تلاتة علاقات التوزيع التوزيع المبادئ التي تنظم الطريقة التي يتم بها توزيع الناتج بين المشتركين في العملية الإنتاجية فاكلين في الشهر الأولاني كنت بقولك عوائد عوامل الإنتاج أو عناصر التوزيع كنت بتقول للأرض بتاخد ريع والعمل بياخد أجر ورأس المال ياخد فائدة والتنظيم أو المنظم ياخد ربح أو دي اسمها علاقات التوزيع طيب ما هي أهم النظم الاقتصادية التي عرفها الإنسان عبر العصور من أول ربنا بخلق الكون لحد ما وصلنا للنهاردة النظم الاقتصادية مهرت بمراحل أهم النظم الاقتصادية التي عرفها الإنسان عبر العصور أول حاجة واحد النظام البداي البداي ده أول ربنا ما خلق الكون والأرض بقى كانت مسطحة ويهدوبك شوية بشر اللي عايشين على إيه على البسيطة اللي على الأرض يعني النظام البداي كانت ملكية الأرض حقا مشاعل للجميع أراضي وسعى وغبات أراضي بسم الله ما شاء الله ما فيش واحد بحسب ما رو مش هيقولك إيه الحتة دي بتاعتي ده أنا ورسة عن أبويا ده أنا ورسة عن عيلتي ما كانش فيه الكلام ده خيئ يا لبس انتوا عقودوا عمر يبا النظام البداي كانت ملكية الأرض حقا مشاعلمين للجميع بدأ يظهر بعد كده نظام الرق نظام الرق يا جماعة اللي هو العبودية اللي هي تجارة الرقيقة فاكرين فيلم عمطر وعبلة أيوة كان فيه سادة وعبيد نظام الرق كانت جميع عدوات الإنتاج مملوكة للسادة فقط ده يعني السادة دول حتى مش كانوا بيملوكوا عدوات الإنتاج بس والعبيد ماش كان كان الكتب المتقدمة كان العبد ملكا لسيده يتصر فيه كما تتصر فيه ممتلكاته هذه نظام الرق اللي هو الرقيق أو العبيد طيب تلاتة النظام الإقطاعي آه الباشة فلان الباشة فلان ده عنده إقطاعية أخذ نص محافظة مسألة الغربية وده أخذ نص محافظة البحيرة وده أخذ مسأل مش عارف تفتيش كذا النظام الإقطاعي كانت ملكية الأرض قاصرة على الإقطاعيين نا بقى دي التلات نظم العرفة لإنسان عبد العصور نظام بدائي نظام الرق نظام الاقتصادي الإقطاعي البدائي ونظام الرق والنظام الإقطاعي طيب نجي بقى النظم الحديثة بقى النظم الاقتصادية الحديثة اللي في عصيرنا الحالي في القرون الأخيرة دي طيب النظام الرأسمالي وفي بعد كده النظام الاشتراكي هم دول المعروف مطلوب تعرفه ايه هو النظام الرأسمالي ايه اهم السمات او الخصائص او الصفات التي تميز النظام الرأسمالي اللي منها نحكم ان النظام ده رأسمالي اهو اهم السمات يعني الخصائص التي يتصب النظام الرأسمالي الحرة خلاص كده أول رأس مالي أهم السمات التي تصبها نظام الرأس مالي واحد الملكية الخاصة أنا عندي مصنع ده عنده مدرسة ده عنده طيارة ده عنده معرفش كذا الملكية الخاصة العامل لإنتاج اثنين الحرية الاقتصادية الدولة ما بتدخلش في حاجة أمال بتغضي عليه هنقول دلوقت لجهاز السمنة الوقوع العرض والطلق يبقى نتكلم على السمات التي تصبها نظام الرأس مالي واحد الملكية الخاصة لعوامل الإنتاج اثنين الحرية الاقتصادية بمعنى عدم تدقل الدولة في النشاط الاقتصادي إلا في أضيق الحدود ثلاثة حافز الربح كله شغال عشان يكسب يبقى المحرك المؤشر اللي بيحرك كله اللي ما في الأخير يكسبه حافز الربح أربعة المنافسة المنافسة مش كده أنت عندك مصنع وانا عندي مصنع وانا عنده مصنع وكله بيشتغل وفيه منافسة في كل المجالات خمسة جهاز السمن والمقصود بجهاز السمن اللي هو إيه؟ جهاز العرض والطلب قوى العرض والطلب ده النظام الإيه؟ الرأس مالي طيب إحنا دلوقتي بنتكلم عليه بها؟ بنتكلم بعد ما تكلمنا عن نظام الرأس مالي والسمات اللي يتصب بها هنتكلم على عيوب النظام الرأس مالي عيوب النظام الرأس مالي واحد الملكية الفردية وسيلة للسيطرة وانعدام تكافؤ الفرص بين الأفراد ده عيب رغم أن فيه ملكية خاصة وحرية بس الملكية الفردية وسيلة ده عيب من العيوب الملكية الفردية وسيلة للسيطرة وانعدام تكافؤ الفرص بين الأفراد اتنين الحرية الاقتصادية محدودة نتيجة التفاوت الكبير في الثروات خلاص كده؟ طيب يعني دي معناها إيه؟ يعني نتج عن أن الحرية دي أنه أصبح فيه أسرياء فوق خالص وفيه فقراء تحت خالص وانعدمة الطبقة المتوسطة أده بقول لي الحرية الاقتصادية محدودة نتيجة التفاوت کبير في الثروات تلاتة المنافسة تخرج صغار المنتجين في مجال الانتاج المنافسة تخرج صغار المنتجين في مجال الانتاج أيوة الراجل اللي عنده مصنع فيه خمسين مكناة خمسين آلة تمام كده؟ ومسيطر على السوق طيب الراجل اللي عنده مكنتين أو آلتين في المصنع الزغير على أدو ده الحيتان الكبيرة بتاكل السمق الزغير هذه معناها المنافسة تخرج صغار المنتجين في مجال الانتاج أربعة حافظ الربح وجهاز السماء في كثير من الأحيان يكون غير قادر على القيام بوظائفه حافظ الربح وجهاز السماء في كثير من الأحيان يكون غير قادر على القيام بوظائفه أربعة النظام الرأس المتكلم على عيوب النظام الرأس مالي هو نظام عرضة لتقلبات دورية من تضخم وكساد في مستوى النشاط الانتاجي نظام عرضة يتعرض لأي تقلبات دورية سواء تضخم أو كساد تضخم يعني اتفاع أسعار أو كساد يعني هبوط وانخفاض في السوق يبقى هو نظام عرضة لتقلبات دورية من تضخم وكساد في مستوى النشاط الانتاجي طيب نجي بقى بيه بقى النظام الايه الاشتراكي خلصنا من النظام الرأسمالي نجي بقى للنظام الاشتراكي اللي هو سموه النظام الجماعي بيقوم على فكرة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بالنظام الاشتراكي زي ما كان مفهين في الاتحاد السوفيتي زمان جبل ما يتفكى اللي موجود في روسيا طيب النظام الاشتراكي اللي هو الجماعي يقوم هنا في الرأس مالي كان إيه يقوم على عدم تدخل الدولة إلا في أضيق الحدوب إنما نظام اشتراك كله قايم على فكرة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي إيه الهدف التي دعت إلى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي هدفين ظنًا منهم يعني كانوا يعتقدوا أن تدخل الدولة في كل حاجة سيطرتها وتملكها لكل حاجة عرف زي يعني وكأن أفراد المجتمع كله شغلين عند الدولة بس مقابل إيه الدولة بتتنلهم إيه الأكل والشرب والمسكن والملبس والعلاج والتعليم والطرفيه وكل حاجة يعني كنت عايزة تقضي على حاجة اسمها له الفروق الفروق في الصرواط بل الأهداف التي دعت إلى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي واحد تحقيق الكفاية في الانتاج واتنين تحقيق العدالة في التوزيع كله ينتج وكله إيه ياخد حقه زي غيره طيب خصائص النظام الاشتراكي بها الخصائص واحد الملكية الجماعية لوسائل الانتاج الملكية لإيه الجماعية يعني كل أفراد المجتمع بيملكوا كله يعني إيه أنا راكب قطر ده كانت كلام ده فيه قلتلك فيه الاتحاد السوفيت وروسيا ما ينفعش ابني هو عادي يمس كده موس كده أو حديدة ويقطع الكرسي اللي في القطر نقول له لا لأن ده ملكك وملك أحفادنا وملك أهلينا وملكينا كلنا ولو واحدة قعد جانبي وشافني سمحت الابني بكذا هيبلغ عليه على طول هذه الملكية الجماعية لوسائل الانتاج ومن صورها وألف ملكية الدولة أو الملكية التعاونية اللي هي ملكية الجماعيات التعاونية الخاضعة برضو للدولة يبقى خصاص النظام الاشتراكي الملكية الجماعية لوسائل الانتاج ومن صورها ألف ملكية الدولة به الملكية التعاونية اللي هي ملكية الجماعيات التعاونية اتنين التخطيط الاقتصادي من خلال إباءة من خلال وضع خطة قومية مدروسة تقوم بوظيفتين أساسيتين هما يعني خطة على الدولة ككل أيها من خلال وضع خطة قومية مدروسة تقوم بوظيفتين أساسيتين هما تيسير النظام الاقتصادي وتنمية الاقتصاد القوي تيسر يعني تساحل تمشي النظام الاقتصادي وتعمل على تنمية الاقتصاد القومي ثالث خاصية من خاصة النظام الاشتراكي إجباع الحاجات الجماعية ما أنا قلتلك في الأول كله شغال عند الدولة وكله ما فيش حد يسمه بياخد مثلا ده ألف جيني والتالي 500 جيني ده بياخد لا لا ما فيش كلام من ده كله بيشتغل وبينتج بس كله بيستحوز الدولة وموفرة لهم كلهم كل حاجة طبعا كده انت هتقوله طب ما حاجة حلوة وجميلة جدا والله وفيه عدالة ده كلام نظري إنما في الواقع كان فيه حاجات تانية يا أما أعرف بس الخصاص التلاتة دوري إبا ثلاثة أشباع الحاجات الجماعية طيب ما هي عيوب النظام الاشتراكي ماشي ما كل نظام زي ما له مزايا له عيوب عيوب النظام الاشتراكي واحد الحوافز المادية والمعنوية لا تعادل درجة حافز الربح في النظام الرأسمالي آه يعني انت هتقولي في النظام الرأسمالي أنا بنتعج وبنعرق وبيطلع عيني وبنسافر ونحن يجي عشان الربح بتاعي زيد أيها ده في النظام الرأسمالي طيب في النظام الاشتراكي ما ممكن واحد يقول لك طيب ما كده كده طالما الدولة ضمنا نعتكني وتشربني وتعلم عيالي وتكسيني وتعالجي وترفاني طيب أنا نتحب نفسي ليه بل حوافز المادية والمعنوية لا تعادل درجة حافز الربح في النظام الرأسمالي اتنين معاقبة المهملين ومكافأة المكتهدي لا تعادل تعرض المنتج للخسارة في النظام الرأسمالي آه يعني المقصرين والمهملين بنعاقبه ده في النظام الاشتراكي طيب والمكتهدين والمتميزين نكافأه قال لك رغم كده لا تعادل تعرض المنتج للخسارة في النظام الرأسمالي ثلاثة تجمع سلطة اتخاذ القرارات في أيدي مجموعة قليلة من المخططين أيها المسيطرين على مقاليد الحكم ومقاليد الدولة في مجموعة بسيطة جدا تجمع أو تجمع سلطة اتخاذ القرارات في أيدي مجموعة قليلة من المخططين أربعة آخر نقطة في عيوب النظام الاشتراكي الروتين اللي هي البيروقراطية الروتين نتيجة تدخل الدولة بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة المشروعات تمام؟ هذه عيوب النظام الاشتراكي بكده نكون أنهينا الحصة التانية في مبدأ الاقتصاد للصف الأول التجاري تيرم أول نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات كان معكم الأستاذ حسن حسن برمو كبير معلمين مواد تجارية بمدرسة إدكو التجارية محافظة البحيرة وموجه أول محاسبة سابقة نترككم في معية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر